بعد ثمانية أشهر تقريبا من المحاكمة دانت محكمة أول بيلي اللندونية أندي كولسون المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بضلوعه في عمليات التنصف غير الشرعي ونشرها على صفحات صحيفة نيوز أوف دا ويرد أما ريبيكا بروكس التي كانت رئيسة تحرير فقد برأتها المحكمة كاميرون عبر عن تحمله كاميرا المسؤولية في توظيف أندي كولسون وقال أنا آسف لتوظيفه كان قرارا خاطئا عمليات التنصف التي قامت بها صحيفة نيوز أوف دا ويرد بين عامي 2006 استهدفت مئات الشخصيات وبعد شيوع الفضيحة اضطر صاحب الصحيفة روبرت ميردوك لإقفالها عام 2011